السيسي والبرهان يؤكدان تمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة فرنسا تسجل أكثر من 500 وفاة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية للوفايات منذ أبريل الماضي اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب الانتخابية والمهاجمون يزعمون أنهم حصلوا على معلومات حزازة الرابع صباحا أثناء بتوقيت جرانيتش موجزون إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن وزقرار السودان وشعبه الشقيق جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل كما تم استعراض التطورات ملف سد النهضة حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي ومن ثم تمسك البلدين بالتواصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف كما أكدت مصر أهمية التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وأيثيوبيا ويؤمن مصالحها المائية جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية والري بمصر والسودان وأيثيوبيا من أجل تباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد وأوضحت وزارة ري في بيان لها أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة الاتفاق والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعدادها خلال جولة المفاوضات الأخيرة من أجل تشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة بدأ وزير الخارجية سمح شكري زيارة للعاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول العلاقات الثنائية والتنسيق حول أهم القضايا الإقليمية ومن المقرر أن يعقد شكري مباحثات مع وزير الصناع الروسي وسكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي ومستشار الرئيس بوتين للأمن القومي فضلا عن رئيس رجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي وأوضحت وزارة الخارجية أن شكري لن يلتقي نظيره الروسي سيرجيل أفروف خلال الزيارة بعد دخوله العزل الصحي بعد مخلطته لمصابين بكورونا أعلنت الرئاسة اللبنانية عن إحراز تقدم على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة وأوضحت الرئاسة اللبنانية في تغييدة عبر تويتر أن رئيس ميشيل عون استقبل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري واستعرض معه تطورات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة الجديدة في ظل أجواء من التفاهم بين الجانبين تعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دون ترامب للاختراق لفترة مجيزة قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية ووجه المهاجمون رسالة قالوا فيها أن العالم اكتفى من الأخبار الكاذبة التي ينشرها ترامب بشكل يومي وأن الوقت قد حان ليعرف العالم الحقيقة وزعموا أن لديهم معلومات سرية عن أصل نشأة فيروس كورونا ومعلومات أخرى تشويه سمعات ترامب من جانبها قالت الحملة الانتخابية لترامب أنها تعمل مع الجهات إنفاذ القانون لمعرفة مصدر الهجوم على الموقع الإلكتروني وأضافت الحملة في بيان لها أن المهاجمين لم يتمكنوا من كشف أي بيانات حساسة لأنه لا يتم تخزينها على الموقع أفد مراسلنا في فرنسا بأن السرطات الصحية سجلت نحو 523 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مؤكدا أن هذه أعلى حصيلة يومية للوفيات تسجلها البلاد منذ أبريل الماضي كما أشار مراسلنا إلى تسجيل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع الحصيلة للإصابات إلى أكثر من مليون ومائتي ألف حالة نهاية الموجز وفي نهاية نحية علم السادة المشاهدين بأن تردد أكسرا نيوز HD هو 12303 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الستقطاب أفقي شكرا لكم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة